الرجاء شو بيعمل ماذا يفعل فينا الرجاء شو اللي بيولد فينا هذا الرجاء حتى احنا نتغير ويكون عنا هذا الرجاء الرجاء اللي بيدير رب مميز بحاجات ازاي تعرف انه عندك رجاء كده من العالم اللي زي بقيت الناس اللي هو زي العجلة اللي تفسي وتلاقيها ما كملتش معاك ولا الرجاء الحقيقي اللي بيمدك بالقوة اللي بيخليك انك تواجه بكرة في ناس خايفة انها تواجه بكرة اخ نزار خايفة تسحى من النوم وإيه اللي هيحصل معانا النهاردة الرجاء كده تسحى من النوم يس النهاردة كده يوم جديد من رب مراحمة جديدة في كل صباح رب النهاردة سوف أرى أعظم انبارح تقولي الدنيا مقلوبة والدنيا مشقلبة انت جايب الرجاء ده منين جايبوا منين اختجار من كوكب آخر والله بالضبط اللي الرب بيعمله لما بيكون عمل حقيقي بيعمل ايه بقى ايه نتيكتو ردا لسؤال حضرتك اول حاجة في الاية اللي قرناها في روميا 15 انه اله الرجاء الرجاء ده بيملانا بالفرح كل سرور حيملانا سرور فعلامة الشخص اللي عنده رجاء من الرب مش من العالم انه مليان بفرح فرح فرح يسمع الدنيا متربقة اعداد الوفيات من الكورونا سمع خبر انه اعز صديق ليه اتوفن بارح ويا ترى ايه اللي ممكن يحصل معاه عزيز شخص عزيز ليا دخل بسبب الكورونا المستشفى ومستنين مش عارفين ايه اللي يحصل اي احسس بفرحان هل ده عدم مبالاة لا لا انه الرب ملاني بفرح غير عادي فرح مش منطقي الظروف ما بتديوش لكن فرح انا مش عارف انا فرحان ليه بس لانه مليان بالرجاء انه باسم يسوع فيه شيء حلو فيه خير انا عندي توقع للخير وعشان كده مليان بالفرح موسيقى موسيقى